بدل ما نروح نشتري نصف كيلو بسعر غالي هنوفر الفلوس دي وبتمن النصف كيلو هنعمل تلاتة كيلو في البيت هنعمل مع بعض مربة التين بطريقة سهلة وبسيطة وكمان من غير مواد حفظة كل اللي هنستخدمه اتنين كيلو من التين هو كيس من سكر التموين وكمان مش هناخد الكيس كله تعالوا كده بس نسمي باسم الله ونشوف هنعمل ايه انا هنا حضرت اتنين كيلو من التين غسلتهم كويس جدا حبتدي ان انا اشيل العنقود الاخضر اللي هو الناشف اللي تحت وقطع كل تناية على اربعة او اكتر حب ببقى تقطعي كل واحدة على اتنين براحتك التقطيع كده كده مش هتختلف معانا وهقول لكم ليه بعد ما هنقطع كل كمية التين هناخدها كده زي ما هي وهنجيب الحلة اللي احنا هنعمل فيها المربة الحلة بتاعتك تكون نديفة ونشفة حط فيها كمية التين كلها وبعد كده هنجيب كيس سكر التموين انا هنا مستخدمة اتنين كيلو من التين مقدور السكر المزبوط لكل كيلو من التين هياخد نصف كيلو من السكر بس انا هنا حطيت على اتنين كيلو التين حطيت كيس السكر الا كوبية علشان مش هعايز السكر بتاعي يكون عالي هعمل ايه قلبت السكر كويس جدا مع التين وهغطي الحلة بتاعتي انا هنا كنت باعة من الخطوة دي بالليل قبل منام ودخلت الحلة دي التلاجة وسبتها لحد تاني يوم وبعد كده ابتديت اخد الحلة بتاعتي ارفعها على نور متوسطة اول ما بتبتدي تغلي بتطلع معي يريم على الوش علشان تغديم ربا مظبوطة لازم تشيلي اي يريم يطلع معيكي والخطوة دي مش بعملها مرة انا بعملها مرة واثنين وتلاتة يعني طول ما هي بتستوي بتطلع ريم لازم تشيليه وتتخلصي منه بس يبل ما ربا بتاعتي بقى تستوي على راحتها انا طبعا بحب اغطيها علشان ما تفكدش السوايل لجواها وهي بتستوي ادي طلع روشة ملح صغيرة وعصرة نصف لمون الخطوة دي مهمة ما ينفعش نستغني عنها طبعا كل ما بتسيبها تستوي كل ما بتنزل المية اللي جوا التين انا هنا لقيت ان التين بتاعي كان لسه قطع كبيرة لو انت بتحبيه زي ما هو سبي بس تخدمها في السندوتشات حبيت خليه بيوريه فضربته كده ضربتين بالهند بلندر وسايبها على النار تكمل التسوية بتاعتها جبت هنا نص كباية من المية لكل كيلو من التين هحط معلقتين ممسوحين من الجيلاتين النباتي وبقلبهم بالمضرب كويس جدا وبصرحة كده قبل ما الجيلاتين يتماسك هنزل به على المربى بتاعتي وابتدي يقلبه تقلبتين طبعا هتلاقي الموضوع سهل جدا انا متعودة احط الجيلاتين على المربى على طول بس حبيت ادوبه معاك في مية علشان ما ياخدش معايا وقت كتير في التقلب علشان اعزز الطعم بتاع المربى حطيت رشة صغيرة خالص من البانيليا البودر ممكن تستغني عنها برحتك اول ما المربى بتاعتي خلاص بردت ابتديت ان انا احطها في دورة يكون واسع علشان اعبي البرطمانات بتاعتي انا هنا مستخدمة ثلت برطمانات كل برطمان حياخد معايا كيلو ما شاء الله عملت معايا اكتر من ثلاثة كيلو يعني وفرنا التين بالوقتي متوفر جدا في السوق وسعره حلوة قوي هتيه واعميني منه كمية مربى وعلى فكرة المربى دي انا بعملها وبحطها عندي في الفليزر مش بيجرالها اي حاجة اي وقت بحب استخدمها بطلعها وباستخدمها عادي بتكون معايا مظبوطة بالمني عايز اقولكم ان هي قوامها مظبوط في السندوشات بتتفرد معايا كي بكل سهولة طعماها حلوة قوي قوي احلى واجمل من الجهز بكتير وكمان ما فيهاش مواد حفظة وزعلوا بقى نشوف قد ايه قوام المربى مظبوط جبت الفينو فردت فيه كده معلاقة من المربى بتتفرد معايا بكل سهولة وعليها معلاقة اشطح طعماها بجد فيه منتهى الجمال عايز اكم كلكم تجربوها لانها تستهل التجربة لو عجبك الفيديو لايك وشير واشوفكم في فيديو جديد